واذا تشوفوا مماتينا تجدوه يوم العاشر من المحرم شن هو يركض عزاء طواريجة وما يركض مولانا ده يركض الله عزاء طواريجة يدفع الملايين لاجل القيمة او لا يدفع ده يدفع يلطم او لا يلطم ده يلطم يتطبر لو ما يتطبر اي والله هم يتطبر ولكن يغير من سلوكي شيء او لا يغير لماذا مدى تعطي هذه الكلمة الطيبة ثمارتها في حياتي ماذا في حياة الامة اين الاشكالية القضية الفزينية ايضا كذلك اذا تبدل موقع الاصل مع الفرع والفرع مع الاصل بعد ينتج ولا ينتج وهذه هي مصيبة الشيعة 1400 ولهذا تجد بانه شهرين خلي ذهنة كمي وهذا اصل قرآني طبعا لا يروح ذهنة كفت مكان بعيد لا تصور انا يقوله من عندي مولان بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا معنا الى الاية الى الاية اربع وعشرين وخمسة وعشرين من سورة ابراهيم قال تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كطيبة كشجرة طيبة ما هي اصلها ثابت وفرعها في السماء بينكم وبين الله القضية الحسينية اليست من اعلى مصاديق ماذا الكلمة الطيبة اليست كذلك لنكون احد عند الشك في منظومتنا المعرفية اذا لا بدش ماذا تكون التفت جيدا قال تؤتي اكلها كل حين باذن ربها اذا لا بد ان هذه القضية الحسينية هذه الكلمة الطيبة اذا احيت في حياة الشيعة لا بد ان تكون حياتهم شو تصير مولان شو تصير حياتهم يزيديا لو حسينيا ها لا اقل لا بد تصير كاصحاب الامام الحسين الان بينكم وبين الله الواقع الشيعي سواء كان في ايران لو سواء كان في العراق لو مكانات اخرى شهريا مولانا يلطن بعد الشهريا مولانا يرجع يزيدي من الطراز الاول ما هو السبب لماذا لا يريد لا لانه هذا ماذا يستعمل التركيبة كما ينبغي فتعطي اكلها او لا تعطيه ولهذا انا تسئلتها واقعا قالوا اصارنا الف واربعمائة سنة الان بعد الف وثلاثمائة وثمانين سنة ليس كذلك يعني من سنة واحد وستين من الهجرة الى الف واربعمائة واربعين ايش قدلنا صارنا مولانا 14 قرن مولانا نلطم على الحسين او لا نلطم ها نبكي او لا نبكي نقيم العزاء وخصوصا في هاي المائة سنة الاخيرة والخمسين سنة الاخيرة لماذا لم يغير من واقعنا الاجتماعي والسلوكي والقيمي شيئا لماذا وين او اين الاشكال اين المشكلة اين لماذا هذه الكلمة الطيبة جنو ها لا تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لان الاية صريحة تقول كل زمان اذا جاءت هاي الكلمة الطيبة في حياتكم ماذا تفعل ها تعطي ثمارها ونتائجها الان بينكم وبين الله طبعا مو فقط في التضيير الحسيني الحاج مانا من يروح للحاج مولانا هناك تشوفه صاير سلمان وابو ذار من يرجع من الحاج ها اذا هو موظف مولانا يرتجي لو ما يرتجي اذا هو في العمل الحر مولانا يغش او لا يغش وانا اقول لي بيني وبين الله الان هاي مجتمعاتنا الشيعية حراق ايران نتكلمنا ما ادري ماذا يوجد هندو باكستان وكذا انا هذا اني حيشد المولانا وارد يشوف هذه السرقات والرشاوة والفساد وهذه اللي جاءين مولانا من دول افريقية وما جاء يهدوا هذول لهم شيعة امير المؤمنين هذول لماذا ماذا واذا تشوفه رماتنا تجده يوم العاشر من المحرم شن هو يركض عزاء طواريج او ما يركض مولانا ده يركض الله عزاء طواريج يدفع الملايين لاجل القيمة او لا يدفع ده يدفع يلطم او لا يلطم ده يلطم يتطبر لو ما يتطبر ايو واللهم يتطبر ولكن يغير من سلوكي شيء او لا يغير لماذا مدى تعطي هذه الكلمة الطيبة ثمرتها في حياة ماذا في حياة الامة اين الاشكالية اين الاشكالية لاننا لم نحفظ الاصلة والفرعة فجعلنا الفرعة بدلا من الاصلة وجعلنا الاصلة ماذا فرعة وعلى هذا الاساس عزائي وعلى هذا الاساس طبعا قلت لك لهم مو بس في الصلاة القرآن ماذا يقول عن الصلاة شونه يقول عبع صريح القرآن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سؤال انا وانت الان ما عدا شوه بالاخر واقعا تنهى عن الفحشاء والمنكر لو لا ايش قدم تنهى لماذا لانه نحن دنصلي الصلاة حقيقية او لا نصلي وإلا اذا صلينا صلاة حقيقية كما صلاها اولياء الله تؤثر او لا تؤثر تؤثرت اما لانك مدو تصلي ولهذا من قبيل المثال اللي ضربتها اليك عزيزي قلت اذا شربت الماء والتركيبة مالة متبدلة يرفع العطش او لا يرفع العطش لماذا لا يرفع العطش هسا الشي يصير مولانا خليصير اتش اثري او مولانا يرفع العطش او لا يرفع لماذا لانه التركيبة تبدلت مولانا هذن قضايا تكوينية الشريعة فيها ابعاد ماذا وجودية تكوينية التركيبة اذا تبدلت تعطي تؤتي اكلها او لا تعطي اذا اعزائي في جملة واحدة ان القضية الحسينية هي الكلمة الطيبة بل من اوضح مصاديق بل اوضح مصاديق الكلمة الطيبة هي ماذا تجلت في كربلاء وخصوصا الامام الحسين سلام الله عليه كان مصرا على ان تكون هذه الكلمة الطيبة ناصعة غير مشوشة وغير مختلطة بما يخرجها عن شنو عن نصاعتها ولهذا من مكة بدأ قال الذي يريد ان يبقى معي فليبقى واللي يريد يروح مولانا هذه لا يوجد في تاريخ الحروب ان قائدا يقول لانصاره تبطولوا اذهبوا لعلهم مفارقة تاريخية الا هاي القضية لماذا لانه يريد فتصفحة ولوحة بيضاء لا توجد فيها حتى نقطة واحدة سوداء ولهذا تجدون بعد اخر موقف الى كان ليلة العاشر من محرم حلهم عن بيعة قال من يريد يبقى حتى الذي يريد يبقى يبقى بملء ارادته مئة في المئة لماذا يا ترجمة نانسي قنقر